اشتركوا في القناة تمرين مهم جدا وهو التمرين الاول حول الظواهر الميكانيكية وبالضبط حول توازن جسم صلب خاضع لثلاث قوة غير متوازية هذا الدرس كان محذوب سنة الماضية والسنة معناه مبرمج في دروس سنة الرابعة متوسط وراه مقترح بقوة لهذه الشهادة التمرين الثاني معناه فيه جزئين جزء الاول حول معناه توازن جسم صلب خاضع لقوتين والجزء الثاني حول التكهرب معناه الميدان الاول ظواهر الكهربائية اذا نموذج كما نراحظ فيه افكار رائعة ومهم جدا التلميذ لماذا لم يشاركونا في قناة استاذ حمياني الفيزياء نقول لهم رقم راتين بزاف نحن نقتل من المليون المتابع اشتركوا في القناة وانضموا الى عائلة معناه الاستاذ حمياني الفيزياء وبإذن الله عز وجل سأرافقكم حتى لرباكالوريا وسأبسط لكم مادة فيزياء حتى تصبح هي اسهل مادة عندكم نبدأ في حال ثمنين اول على بركة الله يمثل الشكل جسم صلب اس كتلته ام تساوي 200 جرام ام معناه ماص معناه الكتلة موجود في حالة توازن فوق مستوي مائل بزاوية 30 درجة ومعلق بخطاف ربيعة اذا هذا هو الشكل الجسم التعنا ها هو المستوي الافقي وهو المستوي المائل هذه الزاوية قال لك 30 درجة صحيح؟ ومعلق بخطاف خطافها هوتع جهاز الربيعة وبخيط اكيد يشير مؤشرها الى القيمة واحد نيوتن معناه مؤشر جهاز الربيعة معناه يشير الى القيمة واحد نيوتن ويؤثر سطح المستوي المائل هذا السطح هذا هو المائل على الجسم اس بقوة ار معناها رد الفعل رياكسيون شدتها واحد فاصل ثمانية نيوتن اعطى قعل المعلومات هنا كما هو موضحة في الشكل واحد اكيد السؤال الاول احسب ثقة للجسم اس علما ان جي معناها الجاذبية تساوي عشر نيوتن على كيلو كرام نبدو نحسبه في الثقة الاولا راني وجدت ورقة الاجابة اذا اتمنى الاول حساب الثقل او ثقل الجسم لدينا قانون رئيسي اللي هو بي تساوي ام في جي شيء بسيط جدا الثقل بوا بي تساوي الكتلة رماس ام في جي الجاذبية الآن قبل ما نبدأ معناه ندير التعويض نشوف الكتلة اذا كانت بالقرام او للكيلو كرام الكتلة رهي بالقرام ضروري ان احولها الى الكيلو كرام اذا ننجو هنا شا نديرو نكتبو ام تساوي مئتان جرام باش نحولو هالكيلو كرام شا نديرو نقسمو على الف سيعقل عليها هذي ننقسم على الف كم تساوي مئتان قسمة الف اذا صفر فاصل اثنان كيلو كرام ضروري تكون عنا الكتلة بالكيلو كرام الآن ننجمو نعوضو ونصيبو النتيجة تعنا اذا الكتلة صفر فاصل اثنان كيلو كرام في الجاذبية جي 10 نيوتن على الكيلو كرام اذا 10 نيوتن على الكيلو كرام اذا وتساوي 0.2 في 10 اثنان الكتلة كيلو كرام والجاذبية نيوتن على الكيلو كرام الكيلو كرام ترمى الكيلو كرام تبقى أن نيوتن والثقل يكون بنيوتن اكيد لأنه عبارة عن قوة اذا هذه هي معناه شدة قوة ثقل الجسم السؤال الثاني الآن اعطي مميزات جميع القوى المطبقة على الجسم S المميزة أبنائي هي الخصائص كم لدينا من قوة هنا هذا الجسم أبنائي خاضع لثلاث قوة أول قوة هي ماذا قوة الثقال التي خرجناها من الكتلة قوة ثقاله التي تكون شاقولية هكذا ثاني قوة ما هي هي قوة شد الخيط المعنى الموصول بالربيعة إذن قوة توتر الخيط أو تسمى قوة شد الخيط القوة الثانية تسمى ماذا القوة التي يؤثر بها أو يؤثر معنى سطح المستوى المائل على الجسم إذن تم قوة رد فعلا السطح تكون عمودي على السطح إذن لدينا ثلاث قوة قلت أعطيني مميزات جميع القوة بما أن لدينا ثلاث قوة يجب علي أن أرسم جدوى الأبنائي حتى أنظم هذا السؤال باش تكون إجابة أي منظمة إذن القوة نقطة التأثير أول ميزة أو أول خاصية الحامل الجهة والشدة حذاري من يقولك مميزات القوة من يقوله نقطة التأثير من يقولك مميزات شعاع القوة شعاع عنده مبدأ وليس نقطة التأثير وهنا في براس شدة طويلة ماذا قال لكم القوة نبدأ بنقطة التأثير نبدأ بالقوة الأولى ما هي قوة ثقل الجسم إذن قوة الأولى قوة الثقل إذن ما هو رمزها إما نكتب اسمها وننذر الرمزها مباشرة هي قوة الثقل نقطة تأثيرها أبنائي ما هي نقطة تأثيرها قوة الثقل نقطة تأثيرها هي مركز ثقل الجسم لأن الأرض تجذب الأجسام من مركز ثقالها ولا من نبقى نسم الشعاع تعقوة ثقل شا نديره؟ نديره مركز ثقل نديره تقاطع الأقطار ونخرجه لمركز ثقل وهو G إذن نقطة التأثير تعقوة ثقل مركز ثقل الجسم أو الجملة الميكانيكية إذن نقوله الجسم S ورمزها معناها مركز ثقل رمزه G صحيح نحن نقطة التأثير الحامل تعقوة ثقل هو الخط الشيقولي المار عبر مركز ثقل الجسم اللي يكون هنا ومركز الأرض ولنكتبه الشيقول مباشرة تقوله الحامل هو الشيقول مباشرة أو تقوله الخط الشيقولي المار عبر مركز ثقل جسم ومركز الأرض وهناك طريقة أخرى أسهل من هذا شا قد يدير تجيب هكذا كوسل ومستهرة وترسم لك خط الشيقولي هكذا سيكتبت الحامل الآن الجهة الجهة نحو ماذا الأرض تجذب الأجسام نحو المعنى هكذا نحو الأسفل إذن إما تكتب نحو الأسفل أو شا قوليا نحو مركز الأرض أو نحو مركز الأرض كل هذه الإجابات صحيحة أو شيء بسيط شا تدير تدير كما هكا ساهم يوضح لنا جهة هذه القوة اللي هي شا قوليا نحو مركز الأرض هذا الساهم مقبول الآن الشدة الشدة رأنا حسبناها سابقا 2 نيوتن نكتبه 2 نيوتن سايرا نكملنا القوة الأولى إذن الآن شا نديره نروح نديره القوة الثانية القوة الثانية أبنائي قلنا تسمى قوة توتر الخيط قوة توتر الخيط نمزلها بالرمز تي شعا نقطة تأثيرها الخيط أين يؤثر على هذا الجسم في نقطة التلامس سأخبرنا الضحاكم في هذه النقطة هنا سأخبر نقطة التلامس إذن نقطة التأثير نقطة التلامس إذن نقطة تلامس الخيط مع الجسم آس مع الجسم آس سأخبر نقطة تلامس الخيط مع الجسم آس الآن الحامل ما هو الحامل هو نفسه الخيط من يكون عندك خيط من يكون عندك خيط بالتمنين الحامل تأذيك القوة هو نفسه الخيط الحامل شعا قوة توتر الخيط هو نفسه الخيط كي راه راه مائل هكذا معناها نجي نجيب الورقة تاعي هنا يا وليقل يندي واحد الخط مائل كي ما راه مانا اليقشن يكون عوج بزيلي قي يكون مائل كيفه ونجي نرسم له خط كي ما هكا صحيح ها هو الحامل تاعي الآن الجهة الجهة تكون بجهة قوة معناها الخيط يجذب الجسم هكذا بهذه الجهة إذن بنفس الحامل هذا ونجي ندي كي ما هكا الاتجاه تاعي بهذه الجهة إذن هذه هي الجهة الآن الشدة من نجيبها من التمانين أشحات أولا الشدة يقول لك يشير مؤشر جهاز معناها الرابعة إلى القيمة واحد نيوتن إذن هذه هي الشدة واحد نيوتن الآن القوة الثالثة سيما ذنبكم من القوة الثانية القوة الثالثة ما هي تسمى قوة رد فعل السطح إذن اللي هي أهو دي جاءت عطاك الرمز تاحا رد فعل السطح إذن القوة الثالثة إذن هي ر ندير الرمز تاحا مباشرة ر شعا تنجم تكتبها هنا هي رد فعل السطح السطح المائل أكيد نقطة تأثيرها أبنائي وين يكون هنا لك نتلاحظوا باللي الجسم رهم لامس السطح المائل منا له هناك معناها ذقع تسمى سطح التلامس نقطة التأثير تكون في مركز سطح التلامس معناها تكون في الوسط هناك في مركز سطح التلامس إذن كتبوا له مركز سطح تلامس الجسم آس مع المستوي المائل أكيد مع المستوي المائل إذن هذه هي نقطة التأثير تعواشة تعقوة أو معناها تعقوة رد فعل السطح الحامل الآن يكون أبنائي عمودي على السطح كيف سيكون عمودي؟ معناه سيكون هكذا بهذه الجهة إذن الحامل يكون هكذا عمودي على السطح ما يكونش كما هكذا هذا شيقولي شيقولي هكذا تعقوة ثقل تعقوة رد فعل السطح يكون عمودي على السطح المائل هكذا معناها نجيب الورقة تعي وش ندير؟ ندير وحد الحامل معناه بنفس هذا الإتيجة هكذا معناه هكذا عمودي على السطح إذن ننجي نديره عمودي على السطح هذا هو الأخرى تعي معناها بالتقريب نديره كما هكذا هذا هو توطر الخير ديره موازي للسطح إذن ننجي كما هكذا وندير الحامل تعي هكذا الآن الجهة ردف على السطح القوة تحتها نحو الأعلى إذن نجيه هنا أيضا وندير اتجاه نحو الأعلى كيف يدير السطح التحت ويدير باللي زاوية قائمة معه كيف يدير كما هكا ويدير زاوية قائمة باللي الحامل تحت قوة ردف على السطح يكون عمودي على المستوي المائل ولا يدير خط مباشرة مقبول مئة بالمئة الآن الشدة من أين أستخرجها أبنائي؟ من الثمانين دائما شحال 1.8 نيوتن نجيه هنا ونكتب 1.8 نيوتن وأكون بهذا قد وضحت مميزات أو خصائص القوة الثلاث أذهب إلى أهم خطوة الآن السؤال رقم ثلاث مثل القوة المؤثرة على الجسم آس باستعمال سلم رسم 1 سنتيمة تقابل 1 نيوتن إذن ماذا نعني بهذا السلم؟ أن هذا السلم سهل علينا الأمر قال لك بللي القيمة مباشرة تنديلها بالسنتيمة وسائل كل 1 سنتيمة تقابلها 1 نيوتن 1.8 نيوتن ماذا تقابلها؟ 1.8 سنتيم 1 نيوتن كم تقابلها 1 سنتيم قوة الثقل 2 نيوتن كم تقابلها؟ 2 سنتيم إذن باش نبتل القوى أبنائي يجب أن نعيد رسم هذا الشكل على ورقة إجابة كيش نرسمه هذا الشكل يجب أن نؤكد على الزاوية تعال مستوي المائل حكايا ثلاث درجة معناه نرسمه أولا خط أفقي إذن نرسم خط أفقي هكذا ثم نضع المنقلة في هذه النقطة ونضع زاوية ثلاث درجة إذن سفر عشر عشر ثلاثون إذن هذه الزاوية ثلاث درجة ونرسمه ناصل ما بين النقطتين إذن هكذا ثم الشكل الذي لدينا أو الجسم آس على شكل مستطيل ما يهمناش الطول والضيعة أمعناها الطول والعرض التيعة هلأ ترسم شيء مهم مستطيل وصي بالتقريب ترسم مهم ترسم مستطيل وصي إذن ندره فيه واحد سنتيم هكذا مثلا مهنا في العرض التيعة ونصله ما بين إذن هكذا لنساء شكلنا مستطيل ونرسم إذن الخيط إذن مجدود بخيط وربيعة إذن من المنتصف نرسم الخيط موازي للخط الأفقي أو المستوي الأفقي هكذا نرسم الخطاء في الربيعة هنا نرسم ربيعة معناه شكل بالتقريب فقط هكذا موصولة بالحامل في هذا المكان إذن ركزوا جيدا هذه الربيعة تعنا وهو الحامل وهو الخيط إذن هنا هي قيمة على الربيعة مكتوبة فيها واحد نيوتن والجسم هذا آس ونأكد وقلنا غير على الزاوية وهي ثلاثون درجة نحن نأكد غير على الزاوية ثلاثون درجة نبدأ الآن في تمثيل القوى باش نمثل القوى إذن كنا نعرف الطاويلة تعكل شعاء تعكل شعاء إذن نبدو بقوة ثقل قوة ثقل شحار صناها صناها ثمين نيوتن إذن مباشرة مدن كل واحد سنتيم تقابله واحد نيوتن إذن مباشرة كم؟ اثناني سنتيمتر هذه الطاويلة تعقوة ثقل القوة الثانية قوة توتر الحبل قوة توتر أو الخيط إذن أولي هي تي شعاء شحار قال لك واحد نيوتن معناه مباشرة واحد سنتيمتر طاويلة شعاء قوة توتر الخيط وقوة رد فعل السطحة قوة رد فعل السطحة شحار إذن مدمر عنا واحد فاسطة ثمانية نيوتن إذن مباشرة واحد فاسطة ثمانية سنتيمتر سهل علينا بهذا السلم الرسم معناه سهل علينا العملية ما نحتاجوش إلى معناه طريقة ثلاثية أو ما يسمى بتناسبية الآن باش نمثل قوى الثقل لقلنا نمثل مركز ثقل الجسم إذن ندير تقاطع ماذا؟ تقاطع الأقطار إذن هكذا ثم نعين نقطة عن مركز نسموها الجي إذن مركز ثقل نمثلها بالرمز جي الحامل حامل شعاء قوة ثقل يكون هو الخط الشيقولي المر عبر مركز ثقل الجسمي هو الجي ومركز الأرض معناه يكون عمودي على هذا السطح الأفقي معناه نجو كمها قد نديرها باللون الأحمر قد ندير حامل بنقاط متقطعة يمر عبر مركز ثقل الجسم ومركز الأرض هكذا ثم لدينا طاولة 2 سنتيمتر نجلب السفر تاعة نديره هنا ونديره شعاء بطاولة معناه طاولته 2 سنتيمتر نديره رمز تاعة بشعاء القوة الثانية هو التوتر الخير قلنا الحامل تاعة هو نفسه الخير معناه يجي الحامل كمها قد نديره باللون مغاير ركزوا جيدا الآن من أين تبدأ قوة توطر الخير أو مبدأ شعاعيها هو نقطة تلامس من هنا طاولة 1 سنتيمتر نديره 1 سنتيم بكل بساطة ونضع الرمز تشعاء كأن هناك أستيدة معناه بعض أستيدة قد يقول لك مباشرة تقوم بإزاحة هذه القوة في هذه النقطة معناه تديرها مباشرة مثلا هنا بتهل على روك العملية ولكن احنا رانب نديره بخطوات على السبتمين مع طانن مثل القوة تعنا هنا القوة الثالثة وهي قوة قوة ترتفع على السطحة مبدأها مبدأ شواعيها هو مركز تلايموس معناه في الوسط هنا هذا هو مركز هذا هو الوسط ويكون الحامل العمودي على السطحة معناه هكذا خط متقطع نديره باللون الأزرة كما بتلاحظوا ونمدوه إذن ركزوا جيدا من تبدأ تبدأ مننا ومشحن نطلعوا بـ 1.8 سنتيمتر إذن نبدو مننا نديروا 1.8 سنتيمتر معناه راحواصل حتى لها صحيح إذن راحواصل حتى بهذا المكان إذن نديروا الرمز تاعة أشعة إذن هذا الجسم أبنائي خاضع لثلاث قوة غير متوازية أو معناه حواملها تتقاطع في نقطة واحدة شفت الحامل هذا والحامل هذا والحامل هذا تتقاطع كلها في نقطة وذلك بتحليل قوة إلى مركبتين ما معنىه معناها قال لك القف قوة وحللها لإلى قوتين أي إلى مركبتين نلاحظوا بالإنطلاق من هذا الرسم راش تشكل لنا انطلاق من معناها الحامل الأزرق تعقوة رد الفعل سطح الأرض أو سطح المستوي المائل وقوة وتو الخير تشكل لنا زاوية قائمة معناها نجمو ندو هذين الحاملين وشكلو بهم محور متعمد ومتجانس ونديرو هذه النقطة O X O Y تبقى أن هذه القوة معناها رهي لازع لهذا المستوي المائل أو معناها على المحور X وعلى المحور Y شا نديرو نقوم بإسقاطها على المحور O Y ونقوم بإسقاطها على المحور O X شا قد تخرجنا هذه تخرجنا قوتين من قوة واحدة هذا ما يسمى بتحليل قوة إلى مركبتين معناها P غادي تولينا تساوي P شعاء أكيد تولي تساوي P X شعاء معناها المركبة الأولى معناها بعد إسقاطها على المحور O X زائد المركبة الثانية بعد إسقاطها على المحور O Y هذه هي ما تسمى بيحلي القوى إلى مركبتين إذن شغال ندل له سؤال الأربعة نبرهن له بل الجسم راح في حالة توازن إذن الشرط الأول شنقول له إذن تتقاطع حوامل القوى الثلاث في نقطة واحدة أي من قوسين تنتمي لنفس المستوي الشرط الأول سياره محقق الشرط الثاني لقد سيبوا باللي محصلة القوى الثلاث تساوي شوعة أو معدومة هذا هو الشرط الثاني باش نبرهن له بأبنائي يجب أن نزيح أولا كل القوى في نقطة واحدة معنى اللي قلت لكم عليها قبيلات نجمو نديروها مباشرة في أول معنى عملية نديروا القوى كا في نقطة واحدة ولا شنديرو نعود الرسمة تعنا في مكان هنا أو هنا في أي مكان ونديروا كا القوى في نقطة واحدة شيء بسيط جدا أنا على استعملت لكم الألول سنبدأ بالحامل الأول اللي هو هذا نجموه فيه ننجم نمده نخدم مهنق في ذا المكان نمده تغيير ذا الحامل ونخدم في ذا المكان صحيح؟ سنمده تغيير ذا الحامل ونخدم في هذا المكان باش تفهموا ما نريده صحيح ها هو الخط المائل الآن عندي وحد الخط عامودي عليه اللي هو تعقوى أر ها هو ها هو هندي لحنة مثلا ولا هنا ولا في أي مكان ها هو شحال فيه الطاولة تاعه إذن تعرض الفعل 1.8 إذن ها هي 1.8 ودناها باللون الأزرق هذه هي القوة ونزيدهم بين الحامل ها هو إذن هذا أر شع ندرناها في النقطة هذه النقطة معنى هرديثة هنا صحيح؟ إذن عنا أر شع القوة الثانية اللي راه في هذا الحامل معنى في نفس الحامل هي تي في شحال واحد سنتيمتر نبدأها منه ندير واحد سنتيمتر نركيزه جيدا إذن نمزولها بالرمز تي شع قمنا بإزاحة قوة ثانية في هذه النقطة القوة الثالثة قوة الثقل الحامل تحاكي ما اللحظه راح شاقولي معنى را كما هاك ها شاقولي يجي خد شاقولي هكذا صحيح؟ وش حال نديره فيها؟ كما دلنا سابقا إذن 2 سنتيمتر بي شع صحيح؟ تمام دلنا والو غير القوة قمنا بإزاحتها في نقطة واحدة وحطينا هنا هذه النقطة نسموها O هذا المحور نسموه X وهذا المحور نسموه Y غادي نطولوا المحور تعالى هنا ها كذا يقول بساطة الآن ماذا سنفعل؟ سنقوم ب إسقاط هذا اللي معنى هذه القوة على المحور أو هذا الشعاع على المحور O X كنديروا الإسقاط نديروا واحدة زاوية قائمة كما هاك ونبدو نلزو من نصف النهاية هنا غادي دير عملية الإسقاط غادي نستعمل مثلا نستعمل لون آخر باش تشوفوا العملية غادي جي ها نديروا الإسقاط تعنا ها كذا ها وخرجونا هنا نرسمو واحد الشعاع كين نسموه؟ نسموه P شعاع ونزيد معها X لأننا نقوم بإسقاط P على المحور على المحور X راحظوا تبلي هذا الشعاع أليس هو نفسه هذا الشعاع؟ إذن محصلة أو القوتان على المحور O X قوة هذه الشعاع ها نخرجنا قوة أخرى اللي هي P X شعاع عدمتها ما معنى؟ معنى هذه زائد هذه ماذا تساوي؟ يساوي الشعاع المعدوم سيهارا نعدمنا القوة الأولى اللي هي قوة تواطر الخيب ركز جيدة إذن شنكتبو له هنا؟ القوتان على هذه الكتب اللي يختبوها لإثبات المحور O X محصلتهما محصلتهما معدومة ما معنى؟ معنى P X شعاع زائد T شعاع ماذا تساوي؟ تساوي الشعاع المعدوم وليك تكتب لها قبل بللي P معنى رانا حللناها إلى مركبتين P X و P لليك تكتبها لها هذه ضروري هي اللي تكتبوها هذه الطريقة اللي نستعملوا فيها سايسنا بللي قوة على المحور O X محصلتهما معدومة الآن نقوم بإسقاط هذا معنى هذه القوة أو هذا الشعاع على المحور O Y كنديرو نعاود نديرو زائد قائمة عنها هاك ونبدو نتحركو نتحركو حتى نصل نهاية شعاع بوسط نقاط متقطعة سيخرجنا هنا لشن ديرو هاكذا نصمو شعاع ركزو هذا أليس نفسه هذا؟ إذن صحيح لو كان نحسبه هذا وهذا نصيبه واحد فاصل ثمانية وهذا نصيبه واحد فاصل ثمانية بالضبط إذن كنسموه؟ نسموه P Y شعاع الآن شانكسبو له هنا يا القوتان على المحور O Y محصلاتهما ما بها معدومة أيضا معدومة أيضا وننذروا له باللي P Y شعاع زائد R شعاع إذن هذا زائد هذا تساوي الشعاع المعدوم إذن بهذا نكون وقد أثبتنا بأن هذا الجسم راه لهو آسرح في حالة وازن راكم تلاحظوا طريقة الإثبات شيء بسيط جدا وهذا راه مقترح لشهادة 2023 الآن ننتقل أبناء إلى التمرين الثاني نعلق قرية مصنوعة من البوليستيرين ومغلفة بالأليمنيون B بواسطة خيط F على حامل كما تبينه الوثقة إثنان هاي الوثقة إثنان هاي قرية B الخيط F وهو الحامل ثم نتركها حتى تستقر حتى تسكن معنى تتشبح ساكنة ألف يؤثر الخيط F على القرية بقوة قال لك الخيط يؤثر على القرية بقوة ما هو نوعها من يقولك ما هو نوعها نحن نعرف CBD القوة هي عبارة عن فعل ميكانيكي والفعر ميكانيكي عن النوعان فعر ميكانيك تراموسي فعر ميكانيكي بعودي فعر ميكانيكي هنا كيفة هو ما بين الخيط والقرية إذن القوة تلامسية تلامسية هل هي موضعية أو موزعة موضعية لأن الخيط يلامس القرى في نقطة واحدة إذن قلوا له فعل ميكانيكي تلامسي موضعي إذن سأكتب الحل خاص بالتمرين الثاني هنا إذن التمرين الثاني السؤال الأول إذن قوة تلامسية نكتب موضعية ولا بتأثير موضعي إذن موضعية إذن هذا هو نوع القوة قوة تلامسية إذن علمت أن هذه القوة شدتها 0.02 نيوتن هذه الشدة أو قوة شدة الخيط إذن ما هو الجهاز الذي يمكننا من قياس شدة هذه القوة قال لك هذه القوة هو الجهاز الذي يمكننا من قياسها أو قياس شدتها إذن شريقنا نديره هنا نفس هذا الجهاز كيف يسمى؟ جهاز الرابعة إذن إثناني ألف إذن إثناني ألف الجهاز يسمى جهاز الربيعة أو يسمى الدينامومتر إذن هذا هو الجهاز يمكننا من قياة شدة أو قيمة هذه القوة أعطي رمز هذه القوة مع ذكر مميزاتها الأربعة قال لك أعطيني المميزاتها الأربعة قال لك أعطيني أولا رمز لها إذن كنا نجمع رمزولها نجمع رمزولها إما بتيشوعاء مباشرة أو أف شوعاء المؤثر على المتأثر المؤثر هو ماذا؟ هو الخيط أف والمتأثر هي قرابي إذن ندعو أف أف منيشكيل معناها الخيط على بي معناها كلا الرمزين مقبول قال لك مع ذكر مميزاتها الأربعة ما عنها مميزة هذه القوة؟ إذن المميزات الأربعة التحاشة هي هي نفس المميزات التي تكلمنا عليها سابقا أول ميزة نقطة التأثير نقطة التأثير ما هي أبنائي؟ هي نقطة تنامس الخيط مع القرى إذن نقول له بالله نقطة تنامس الخيط الخيط له هو أف مع القرى بي ثاني ميزة ما هي؟ لهي الحامل ثالث ميزة هي الجهة ثم في الأخير القيمة أو الشدة هذه هم المميزات الأربعة الحامل هو ماذا أبنائي؟ هو نفسه الخيط أو نقول ماذا؟ أو نقول الخط كما نلاحظ شاقولي المار عبر ماذا؟ المار عبر الخيط ولا نقوله لها المار عبر معناه عبر نقطة تلامس إلى غيره ولا نقوله الخيط مباشرة الحامل نجمو نقوله هو الخيط أف هو نفسه الخيط أف لأن الخيط أف كما نلاحظ هو مستقيم والحامل يكون مستقيم الجهة الخيط يحمل القرى نحو ماذا؟ نحو الأعلى إذن نحو الأعلى الشدة سيرها أعطيها 0.02 نيوتن 0.02 نيوتن سيرها نادلنا معناه مميزات المميزات الأربعة لهذه القوة جيم أعيد رسم الوثيقة على ورقة إجابتهم أمثل عليها شوعة هذه القوة باستعمال سلم ورسم وأعطانا أعطانا السلم قال لك عاود رسمها علي على ورقة شيء بسيط جدا الرسم ما يخلعكم شو لدي الرسم أعطانا كورة استعملوا مدور من الأفضل أنا قادي نخدم خدمة غيرها كباش ما ندعوش الوقت كورة الرأس على المدور قادي يكون هناك إذن هذا هو مركز سيقاب صحنا ما قاديش نحتاجه في هذه الحالة ننجو هنا ندعو الخيطة التاعنا صحيح ونجموه من رسموش كالحامل ولا قايت وترسموه ورسموه معليش كما مرسمينا هنا من هذا النوع كذا تبغي ترسمه تبغي ما ترسمه لا ترسميش لا ترسميش لا ترسالك نحن نرقش نحتاجه جسم معناه المؤثر والمتأثر إذن هذا هو الحامل بكل بساطة الآن ماذا نفعل نقوم بتمثيل هذه القوة باستعمال سلم لإعطاهنا 0.01 نيوتن وإحنا عشهل عنا 0.02 نيوتن تقابلها المجهول X X ماذا يساوي إذن 0.02 في 1 قسمة 0.01 إذن 0.02 في 1 قسمة 0.01 كم يساوي إذن يساوي 2 سنتيمتر سعيد سنجموه يساوي 2 سنتيمتر تأكدو منها بالآلة حاسبة ننجو هنا نقطة التأثير سيرانا دناها أو مبدأ الشعاع الحامل قلنا هو نفسه الخيط يجي كما هكا معنا خط شاقولي هذا الخيط F وهذه كرة B يبدأ مننا الجهة نحو الأعلى 2 سنتيمتر إذن هكذا إذن ونديرو نسموه إما F شعاع F مينيسكي العلا B أو نسموه T شعاع مباشرة سيهارنا مثلنا هذه القوة السؤال أو معناها نروح الجزء الثاني سؤال ثلاثة نقوم بذلك قطعة حرير ثم نقربه من الخرية دون لمسها كما تبينه اللوثيقة ثلاثة شو تقول اللوثيقة ثلاثة قاضي من الإبونيت إبونيت إبونيت براسيغي كيف يقولنا عند ذلكه تصبح شحنته سالبة أكيد ولدينا الخرية هنا صحيح يقول لك دون لمسها دون لمسها واحد ما نوع شحنة قاضي بالإبونيت بعد ذلكه يعلل ما هي شحنة قاضي بالإبونيت إذن شحنة سالبة لماذا؟ التعليل نقول لها لأنه يكتسب إلكترونات الزجاج يفقد شحنته مجابة الإبونيت براستيك يكتسب إذن شحنته سالبة إذن سأكتب هذا على ورقة إجابة إذن ثلاثة واحد ماذا نقول له إذن شحنة قاضي بالإبونيت بعد ذلكه ساكينة لماذا؟ لأنه يكتسب أو يكتسب إلكترونات هذا هو التعليل بكل بساطة لأنه يكتسب إلكترونات من ماذا؟ من قطعة الحرير يديها من قطعة الحرير السؤال الثاني ما الذي يحدث لخرة في هذه الحالة؟ أبنائي الخرة ماذا يحدث لها؟ تتجاذب ثم تتنافر سيكون معناة تقاهر بالتأثير تجاذب ثم تنافر كيف تفسر ذلك؟ إذن سنفسر هذا إذن إذن تجاذب ثم تنافر مباشرة ولا تنجم تقوله تنجاذب الخرة نحو القاضي بالإبونيت ثم تتنافر الآن التفسير طريقة التفسير أبنائي كيف تكون؟ هنا سأعيد الرسم بغيب بشأننا نتذكركم بالتكهرب عنا قاضي بالإبونيت هذا هو قاضي بالإبونيت و لدينا القرى هنا وعلقها كما حامل بحامل الكرة تكون في الحالة العادية تكون متعادل كهربائيا وقاضي بالإبونيت مكهرب يكون شحنته سالبة ماذا سيحدث للكرة؟ سيتشكل لها وجهها معناة غادي يحدث لها استقطاب شكل الوجه المقابل يكون شحنته موجبة أو يتظهر عليه شحنة موجبة والوجه الآخر تكون شحنته سالبة مجمع سالب تجاذب تصبح الكرة هنا حتى تلامس الآن بعد الملامسة إذن هذا تجاذب بعدما أنتم لامس تنتقل الإلكترونية من الإبونيت نحو الكرة كيف تصبح شحنة الكرة؟ تصبح شحنة الكرة سالبة لأنها اكتسبت والسالب مع السالب تنافر إذن تنافر إذن قلنا تجاذب ثم تنافر سأكتب هذا التبسير إذن عند تقريب مقدمة التي تكتبوها قاضي بالإبونيت المكهرب من الكورية دون نمسها هذه نبدأ مباشرة يتشكل يتشكل للقورية ماذا؟ وجهان ما معنى وجهان؟ معنى استقطاب استقطاب صحيح؟ بحيث يظهر هذه هي طريقة التبسير بحيث يظهر على الوجه على الوجه المقابل للقاضيب الإبونيت للقاضيب الإبونيت شحنة كده يا رق شحنة موجبا فتنجذب فتنجذب نحوه سير نفسنا الطرف الأول تظهر شحنة موجبا فتنجذب نحوه الآن عندما تلامس نهوذ السطر عندما تلامس القورة أو القرية قاضي بالإبونيت هنا وحدة كلمة مهمة نكتبعكم برهم وغير تنتقل ماذا؟ الإلكترونات من الإبونيت أكيد من القاضيب إلى القرى فتصبح شحنتها سالبة فتتنافر نحن نجمع نقوله لأنها اكتسبت إلكترونات فتتنافر نجمع نوضحه لها لأنه يصبح لديه نفس الشحنة السالبة هذا هو التفشيل أبنائي بكل بساطة السؤال الأخير قال لك ثلاثة حدد طريقة تكهرب كل من قاضي بالإبونيت والخورية قاضي بالإبونيت تكهرب بماذا؟ بالدلك لأنه قال النفت مرين نقوم بدلكه والخورية تكهربت بماذا؟ تكهربت بالتأثير ونجمع نقوله بالتأثير ثم باللمس علىه كان كان بالتأثير عن بعد ثم لامست إذن نقوله لها بالي ثلاثة تكهرب القاضيب أو قاضيب الإبونيت بالدلك وتكهرب القرية بالتأثير ثم باللمس وهنا نكون أبنائي قد أنهينا حل هذا النموذج الرائع والشامي كما نلاحظ أعيد وأكرر لماذا أشاركنا في قناة الأستاذ حميل الفيزياء أقول له رأى كمراطي بزاف ما عليك إلا الاشتراك فيها وتفعيل زر الجرس حتى تصيلكم الضروس في وقتها ومن يقرر بيوم إن شاء الله سأدلكم نماذج مقترحة للشهادة كما قدرتهم العمل فاتوا تحطوا نفس التمارين ولا تنسوني من صالح دعاكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته